الجراحات الروبوتية واقع يعيشه عالم الطب ويتنامى وتتزايد استخداماته عاما بعد عام هذا النوع من الجراحات مشاهدينها يتم باستخدام تقنية روبوتية متقدمة لإجراء العمليات الجراحية المعقدة بمزيد من التحكم والدقة والمرونة ما يقلل من احتمالات الأخطاء البشرية إذ يتم استخدام الروبوتات في إجراء أكثر من مليون ونصف مليون عملية جراحية كل عام في معظم مستشفيات العالم حسب مصادر طبية كما يقدر عدد الروبوتات الجراحية الموجودة في المستشفيات عالميا بنحو 7500 روبوت ولكن هل يمكن أو هل من الممكن أن تأخذ هذه الروبوتات محل الجراحين مستقبلا في الحقيقة مشاهدين هذه الروبوتات لا تعمل حتى يومنا هذا من تلقاء نفسها بل تستخدم من قبل الجراحين كآدات أثناء الجراحة والخطيرة منها خاصة التي تحتاج إلى دقة شديدة أما محليا فمئات العمليات تمت بالاستعانة بالروبوت في السعودية حيث أن استخدام التقنيات الروبوتية أسهم في تحسين نتائج المرضى مقارنة بالأساليب الجراحية التقليدية آخرها النجاح الفريد من نوعه الذي حققه مستشفى الملك فيصل التخصصي في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة بالروبوت على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر